اشتركوا في القناة 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 راح ضيف عليها معلقة كبيرة كزبة رناش في ايابسة ورح ضيف عليها كمان معلقة صغيرة بابريكا او فليفلي حمرة سورية مطحونة بنقلبهم كلهم مع بعض لتطلع معنا روايحة طيبة حبابي ازا ما بتحبوا البابريكا او الفليفلي الحمرة ممكن تستغلوا عنها بس جربوها بتطلع كتير طيبة مع الملوخية هيك حبابي التقلاية او الطشي صارت عنا جازة هلأ راح اسكبها وضيفها فوق الملوخية وهي احلى مرحلة بتطبخ الملوخية ويا سلام على الصوت والريحة روعة وريحة عبت البيت هلأ منحركوا مع بعض شوي بتركها تقريبا عشر دقايق وبتصير عنا طبخة الملوخية جازة شايفين حبابي لون الملوخية الاخضر الحلو وشايفين كيف المرأة ما بتسل ابدا وما فيها مطة حبابي هاي نصف كمية الملوخية لين احنا قليناها وتركناها تبرد تماما هلأ راح اسكبها وحطها بقلب هذا الكيس كيس غزائي خاص بالفريزة متل مو شايفين حبابي بالطريقة الموضحة بالفيديو حبابي منكتب على الكيس اليوم والتاريخ وبعدين منحطها بالفريزة اول مجمدة وبتبقى هيك لاكتر من سنة ما بتغير لونه ولا طعمتها وبتطلع طعمتها كتير طيب وبعدها طبخ وقت بتحبوا تطبخ الملوخية منطلع قبل مساعة وبعدين منطبخها بعشرة دقايق الطبخة بتكون عنا جاهزة وبتطلع ألز وأطيب ملوخية وأنا حبابي راح أطبخ جنب الملوخية رزب الشعيري كتير بيحبوا لعدي الملوخية معها رزب الشعيري ومثل ما حكيت لكم ممكن تعملوها ناشفة ما تكتروا مرأة بقلب الملوخية وتأكلها بالخبز العربي أنا حطيت حبابي بطنجر على النار مع لقتين كبار زبدة وممكن نضيف زبدة وسمنة وممكن نضيف زيت على حسب الرغبة وضفت عليها كاسة شعيرية أي نوع شعيري متوفر عنها وبقلبهم كتير منيح لتاخد اللون الدهبي للشعيرية وهلأ حبابي منضيف عليهم كاستين رز طويل منقوع بالمي لم يدي لأكتر من ساعة على الأقل وبعدين منغسلهم كتير منيح ومنصفهم من المي ومنضيفهم فوق اللي شعيرية وبقلبهم شوي مع بعض وبعدين منضيف عليهم المي لكل كاسة رز طويل بيحتاج كاسة وربع مي أنا بضيف مي حارة سخنة وهلأ مضيف عليهم الملح لكل كاسة رز بتحتاج تقريبا معلقة ملح وبحركهم كلهم مع بعض وبتركهم يغلوا بس غلط بغطي الطنجرة وبطي الغاز على الآخر وبترك الرز ينطبخ على راحته ما بياخد وقت كتير تقريبا من عشر دقايق إلى ربع ساعة وبتصير عنا جاهز وهيك حبابي الرز صار عنا جاهز شايفين شكله مأحلى وشايفين كيف الرز مفلفل وكل حبة واختا وهيك حبابي طبخة الملوكية الفاخرة صارت عنا جازة شايفين هالمنظر مأحلى وطبعا حبابي نحنا مع الملوخية بنعصر عصة ليمونة ومناكلة ويا سلام عن جد شي فاخر على الآخر بس أنا ما أضفت ليمون على الطبخة بقلب الطبخة لأنه ماكي لولاتي بيحبوا الليمون أطعت قطع ليمون واللي بيحب يحصر بصحنه ويا سلام عن جد طلعت أكله عن جد بنصحكم اتجربوها بتمنى تجربوا الوصف حبابي وتبعتوا لي صور تطبيقاتكم للوصفة على حسابي على الانستجرام الرابط وسندوق الوصف لأنه وصفة كتير طيبة ومميزة وطعمتها خطيرة وعن جد شي فاخر على الآخر وزا حبيت الوصف حبابي بتمنى تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة بالزر الأحمر لأسفل الفيديو اللي تكبر عليتنا الحلوة فيكن وما تنسوا حبابي تفعلوا زر الجالة سيسألكم كل جديد فضلا وليس أمرا وإن شاء الله فشوفكم بوصفة جديدة بأمان الله